بس للأسف كتير من المحاولات دي كانت بتبوق بالفشل وكانت بتحصل الوفاة طب ليه؟ لانه في الاغلب احنا مش فاهمين يعني ايه بالع لسانه ناس كتير مننا بتعتقد انه اللسان بيتفك ويروح ملفوف وصاقت يسد مجرى الهواء لكن فعليا القصة مش كده خالص القصة عشان نفهمها كويس لازم نبقى فاهمين طبيعة مجرى الهواء بتاعنا وانه الهواء لما بيخش جوه الجسم بتاعنا عشان يوصل للرئتين بيعدي من الانف او من الفم وبعدين ينزل على البلعوم وبعدين على القصبة الهوائية وينزل بعد كده يدخل للرئتين طب ايه علاقة اللسان بالقصة دي؟ اللسان زيه زي اي عضلة زي اي عضلة عندنا في الجسم بيحصل لها ارتخاء لما الواحد يخش في غيبوبة يعني ايه؟ يعني اي واحد بيخش في غيبوبة او اغماء عميقة كل عضلات الجسم بتاعته الترتاخي بما فيها عضلة اللسان طب ايه اللي هيحصل يعني؟ تعالوا مع بعض نبص على الفيديو ده عشان نفهمها بالتفصيل وزي ما احنا شايفين انه اللسان عبارة عن عضلة لما الجسم بيرتخي اثناء الغيبوبة عضلة اللسان بترتاخي فقعدة اللسان هي اللي بتنزل تسد مجرى الهواء فتمنع دخول الهواء تماما وهنا يحصل الاختناء وهنا المشكلة انه اللسان هو اللسان الدماجر الهواء في حالة ارتخاءه السؤال بنتصرف ازاي او ازاي نعيد فتح مجرى الهواء هل بنمد ايدينا نشد اللسان ولا بنرفع دماغه الفوق ولا نميله عالجنب ولا نتصرف ازاي؟ خلي بالك فكرة انك تميله عالجنب ولا ترفع دماغه او تبدأ تهز دماغه فكرة خطيرة لانه في الاصل هو فقد وعيه لانه تخضط خطة جندا في دماغه فاوعى تحاول تحرك الدماغ او تحرك الرقب او العمود الفقري حركة عنيفة لانه ده ممكن يضره ما يفيدوش المال هنتصرف ازاي؟ تعالوا نتفرك تاني على نفس الفيديو بس نكمله ونشوف اللسان ممكن يترفع ازاي؟ مجرى الهواء المقفول بقعدة اللسان نقدر نفتحه بان احنا نحرك الراس بالطريقة دي ساعتها قعدة اللسان هتتشد الفوق مجرى الهواء هيتفتح والهواء يخش ببساطة وما يحصلش الاختناق طيب نرفع الرأس بشكل مظبوط ازاي؟ الطريقة بسيطة جدا وحركة ياريت نتعلمها ونعلمها لكل الناس اللي حوالينا الحركة بمنتهى البساطة ايدعى الجبهة وايدعى الدقن هزوق الجبهة وارفع الدقن خلي بالك الحركة دي لازم تحفظها وتحفظها غيرك مش بس عشان اللعيبة اللي بتاعها عبكورة اللي بتمارس اي ياضة وممكن تتصاب اصابة مباشرة في الدماغ فتفقد الوعي فتبلع لسانها لا ده مش بس عشان دول لكن كمان اي عيان تشوفه فقد الوعي اي شخص بيفقد الوعي يغمى عليه في الشارع او يبقى بغيبوبة او حتى المشهد اللي متكرر اللي ساعات كتير بنشوفه واحد سنه كبير وهو بغيبوبة عميقة في البيت وقاعد وعياله قاعدين حواليه وبيصدر اصوات يقولك ده بحشراجة الموت بيحشرج بيطلع منه صوت ناتج عن انه مجرى الهواء مسدود فعليا الراجل ده للأسف الشديد بيبقى بيتخنق لانه لسانه عشان هو في حالة غيبوبة بيسد مجرى الهواء كل المطلوب منك حضرهاك ساعتها انك تفتح ليه مجرى الهواء بنفس الطريقة بالظبط افتكر دايما انه بالحركة البسيطة اللي تعلمناها النهاردة ممكن تبقى سبب في انقاص حياة بني ادم وممكن يكتبلك سواب كبير قوي 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 انك انت احيت بني ادم تاني وساعته ان يعيش مع حبيبه واسرته وللناس اللي هم عايزينه ربنا بيقول ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا خليك منهم خليك من الناس اللي ممكن تساعد في انها تحيي بني ادم شاير الفيديو ده لكل الناس اللي تعرفهم كل الناس اللي ممكن يستفيدوا ويتعلموا